الاخوان السلام عليكم نتمنى هذا الفيديو ونلقاكم في احسن الاحوال وانتما ستبعوه معنا دعونا اخواني اخواتي نكونوا حقانين في هذا الفيديو ونحيدوا العاطفة ونكونوا نتكلموا في الامور بجدية شي لا بقينا ندرقوا الشمس بالغربال ما سندروا حتى شي حاجة ما سنتحركوا من بلاستنا نحن لا نريد ان نتحركوا الكيلومترات نحن نمشي خطوة بخطوة ونكونوا فاهمين فيين سنضعوا رجلينا غادي ننجحوا لكن واحد الموضوع اللي هو مهم ومهم بزاف اللي اوقع اليوم مدينة طانجا ولكن قبل من هذا الموضوع هذا بغيت نتكلم على الباطل المغربي حاكيم زياش والموقف دياله والدعم دياله للقادية الفلسطينية نقعك ندعمه القادية الفلسطينية بقلبنا حيث ما عندناش الجهد هذا هو جهدنا بإننا غادي ندعموها بالقلب ديالنا معاهم والله ينصرهم على العدو ديال المسلمين كاملين ولكن إخواني أخواتي حاكم زياش قال هير داك شي اللي خصوا يتقال قال داك شي اللي ما قالوش المسؤولين قال داك شي اللي ما قالوش المتملعين دا بولينا كنشوفوا واحد الحملة ولا واحد الهجوم بطريقة غير مباشرة ركينين شي ناس كيصيدوا في الماء العكر كيف تيقولوا في الماء المصخ كيصيدوا دا بحاكيم زياش خرج دار تدوينه دياله بإنه وكيدعم القادية الفلسطينية ما بغاش هذيك الإبادة الجماعية كيف جميع المسلمين ماشي المسلمين وكي كانوا ضد ديال بإنات كل إبادة جماعية وتنشوفوا احنا الأوسر مساكن كيفاش كيتعدبو كيموتوا أطفال كيموتوا شياب كيموتوا عيالات كيموتوا شباب ولكن الله غالب لا ينصرهم هذي شي باش غادي ندعمهم ولكن برافو حاكم زياش ما فكر لا في مستقبله ما فكر حتى فشي حاجة وإحنا غادي نكونوا مفتخرين به كيف تخرنا بكم كأبطال وشرفتوا بالمغرب وانت هي كإنسان مسلم دعمتي القادية الفلسطينية بالقلب ديالك وذلك الشي اللي قلتي خرجتي ما خليتيش عندك مخبي وما فكرتش في مستقبل ديالك أبراظو عليك وتحياتي ليك وصير الله ينصرك والله يرحم من ربك الشي لمسحتي التدوينة ديالك والله ما غادي نتقلق عليك أنا بعدها ما غاديش نتقلق عليك علاش الإنسان ما يمكنش له يتحمل كتر من الطاقة دياله إلا كان جاء كتر من الطاقة ديالك رك باطل موهم خرجتي وقلتي الأمور اللي ما قدوش كيف قلت بزاف ديالأحزاب وبزاف ديالسياسيين ما قدروش يقولوا هاد الكلام هذا واللي يخرجوا يعنوا هاد تعاطف ديالهم من غير الشعب المغربي المواطنين العاديين اللي كانوا تقريبا أكبر مسيرة وأكبر مظاهرة لدعم القادية الفلسطينية كانوا عندنا في المغرب نحن الحمد لله عدنا حرية ديالتعبير عدنا الحرية الشخصية غادي الدكشي اللي حسيت به أنا غادي نقوله أنا ما بغيتش هذا الموضوع هذا يفوتني وبغيت نعبر عليها بطريقة ديالي وكله ويعبر كيف بغى يعني من رأى منكم من كار فليو غير دوزوة إخواني أخواتي الموضوع الثاني ديالنا واللي هو دير درجة في مواقع التواصل علاش تمنع اعتقال دياله دوك الدراري ديالتانجال اللي عرّوا هاديك البنت اللي حشو مرا هم قاصرين زع ما باقي قاصرين ما فاهمينش واخي حيدوا ليها حويجها واخي تكرفسوا عليها واخي مارسوا عليها في الشريع لا أراهم قاصرين امتا غادي نتحيدوا هاد هاد المغالطات امتا غادي نتحيدوا هاد الفكرة اللي اللي معشي لكم في الدماغ ديالكم واش هي قاصر ربعتاشر عام خمسطاشر عام ستاشر عام كيمشي مثلا يتكرفس على بنت الناس أهلا متافق معاك هادك اللباس حشو ما تخرج به ولكن قبل ما تقول بإنه رقاصر ولا بإنها رهية خارجة عريانة ندير فرسك هادك البنت رهية من عائلتك سواء بنتك سواء انختك سواء مرتك من هدرش عليه اللباس وتحطات في هادك الموقف وحيدوا ليها الحويج ديالها وتيهبطوا ليها السليب ديالها هنا ولات الفوضى هنا ولات الفوضى ويقول كل واحد يأخذ الحق دياله بيده لنوضوا واحد الرباعة ديال الشمكرية سنسميهم الرباعة ديال السلاقة اللي لم يربيه لنوضوا ويحيدوا لهذه البنت الحويج ديالها هي بلباس مفضوحة ربما هي التقافة ديالها ربما كابرة وسط واحد العائلة عندهم هذا اللبس عادي ربما بزاف الأمور تكونوا ونحن نرى بزاف ديال العائلات اللي متفتحين أكثر من القياس وأكثر من من دكشي اللي قد نحن ندخلوه الدماغ ديالنا ما خاصكش تقيصها ما تمسهاش بغيتي تغير غير باللسان ديالك هدر قول خرج في منبر إعلامي ما توجهش لكلام ما تسبهش يعني كي تسمى هذا الشي تعديتي عليها وهي بنت دبا عشنو انتبغيتي تصلح لا ما بغيتش تصلح انتوما دبا شوفوا اشنو درتو فيها دورتوها بغيتو انتوما تشوفوا المفاتين ديالها هذي رولاد دبا هذي محاولة اغتصاب ولكن تحية الرجال الأمن اللي كانوا رجال ودائما الرجال ودالوا الخدمة دياله متم الاعتقال ديال هذك القاصر وكنت منا وحن اللي غاد نيجيبوا حتى هذك الأصديقة الشماكرية بحاله وكان طالبوا بأقصى العقوبات رخصنا اخوتي المغربة نحيدو هالتقافة دياله ذكرا هي قاصر ما فاهم شو ما عارفش ترجمة نانسي قنقر